تلميذ سنرى بعبتدائي السلام عليكم هذا اختبار الفصل الاول في مادة التاريخ عندنا مدى الشتاني سنقوم بحله معا التمرين الاول اجب بصحيح او خطأ مع تصحيح الخطأ اذا لدينا عبارات اذا كانت صحيحة اكتب صحيح اذا كانت العبارة خاطئة وصحيح يرتبط التقويم الميلادي بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التقويم الميلادي مرتبط بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احسنتم خاطئ التقويم الميلادي مرتبط بميلاد احسنتم سيدنا عيسى عليه السلام اذا نصحيح يرتبط مرتبط التقويم الميلادي بميلادي سيدنا عيسى عليه السلام يرتبط التقويم الميلادي بميلادي سيدنا عيسى عليه السلام السنة الهجرية الاولى توافق عام 622 ميلادي السنة الهجرية الاولى توافق 622 ميلادي التقويم الميلادي اسبق من التقويم الهجري جاء قبله ب622 سنة اذا عبارة احسنتم صحيح اكتب صحيح يوم الاستقلال يمثل تاريخا معلميا عالميا هذا الاستقلال او يوم الاستقلال يمثل تاريخا معلميا عالميا احسنتم خاطئ يوم الاستقلال يخص لا يخص كل شعب العالم انما يخص شعب الوطني الواحد الذي هو الجزائري يوم الاستقلال يخص فقط الشعب الجزائري يوم الاستقلال يمثل تاريخا معلميا وطنيا وليس عالميا اذا رجل يعتبط التقويم الميلادي بميلادي سيدنا عيسى عليه السلام وليس محمد صلى الله عليه وسلم السنة الهجرية الاولى توافق عام 622 ميلاديا صحيح يوم الاستقلال يمثل تاريخا معلميا وطنيا وليس عالميا التمرين الثاني اربط كل حدث بتاريخي لدينا احداث ولدينا التواريخ لحدث الاول المولد النبوي الشريف عيد القطحى عشرة عيد الفطر التواريخ لدينا عشرة محرم اثنى عشرة ربيع الاول عشرة للحجة واول شوال اذا المولد النبوي الشريف الحدث الاول تاريخه احسنتم اثنى عشرة ربيع الاول اثنى عشرة مغاصر التاريخ التاني او الحدث التاني عيد الاطحى جيد عشرة للحجة اثنى عشرة اثنى عشرة عشرة محرم الحدث التاني عيد الفطر اثنى عشرة اراد خرر ن sont 81 اذا ابعاء نراجع الاحشرة مغاصر متريك عشرة محرم أول مولد النبي الشريف عشرة الحجة عيد الأطحى وأول شوار عيد الفتا التمريد الثالث أربط كل تاريخ بما يناسب لدينا التاريخ المعلمي الشخصي التاريخ المعلمي الوطني التاريخ المعلمي الاجتماعي والتاريخ المعلمي العلم أربعة تواريخ ولدينا الأحداث عيد العمال حصول على شهادة تعليم ابتدائي المولد النبي الشريف وعيد الاستقلال عيد العمال عيد العمال يخص كل شعوب العالم كل شعوب العالم تحتفل بعيد العمال إذا نقول أنه التاريخ المعلمي أحسنت عالمي التاريخ المعلمي عالمي يخص كل شعوب العالم الحصول على شهادة تعليم ابتدائي جيد تاريخ المعلمي شخصي يخص شخصا أو أشخاص معينة المولد النبوي الشريف هل يخص الشعب الوطني الواحد فقط أم يخص فئة من المجتمع المولد النبوي الشريف لا يخص الشعب الوطني الواحد مثلا لا يخص الجزائر فقط بل يخص عدة دول أخرى مولد النبوي الشريف ليس تاريخ المعلمي الوطني إنما تاريخ المعلمي اجتماعي لأنه لا يخص شعب الوطني الواحد هذا الاستقلال يخص فقط الشعب الجزائري إذن تاريخ المعلمي الوطني لدينا كل التاريخ ومثال على التاريخ التاريخ المعلمي الشخصي حصول على شهادة تعليم ابتدائي التاريخ المعلمي الوطني التاريخ المعلمي الاجتماعي مثال مولد النبوي الشريف والتاريخ المعلمي العالمي مثال على هذا عرض العمل ننتقل إلى وضعات الإدماجية قسم المؤرخون التاريخ إلى أربعة مراحل التاريخية المؤرخين قسموا التاريخ إلى أربع مراحل المرحلة الأولى الثانية والثالثة والرغمي المطلوب هو كتابة المرحلة من متى بدأت ومتى انتهت تمتد من إلى إذن المرحلة الأولى أحسنتم مرحلة التاريخ القديم مرحلة مرحلة التاريخ القديم مرحلة التاريخ القديم مرحلة التاريخ كما تكتشفت الكتابة أحسنتم بحوالي سنة ثلاث آلاف ومئتين قبل الميلاد أولي سنة 3200 قبل الميلاد معنى قبل الميلاد سيدنا عيسى عليه السلام في 3200 سنة اكتشفت الكتابة منذ ذلك اليوم بدأت مرحلة التاريخ القادم وماذا انتهت مرحلة التاريخ القادم أحسنتم انتهت إلى سقوط روم إذن انتهت إلى سقوط سنة احسنتم 476 إذن مرحلة التاريخ القادم بدأت نقول تمتد من اكتشاف كتابة حوالي سنة 3200 قبل الميلاد إلى سقوط رومة سنة 476 كل هذه الفترة سميت بمرحلة التاريخ القادم انتهت هذه المرحلة انتقلنا إلى المرحلة التانية اسمها أحسنتم مرحلة التاريخ الوسيط متى بدأت هذه المرحلة؟ بدأت مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى إذن بدأت منذ سقوط رومة سنة 136 تمتد من سقوط رومة إلى غاية ما تنتهت أحسنتم إلى فتحي القسطنطينية سنة 1453 إلى فتحي القسطنطينية سنة 1453 إذن المرحلة التانية المرحلة التاريخ الوسيط بدأت منذ سقوط رومة سنة 1467 إلى فتحي القسطنطينية سنة 1453 انتهت المرحلة التانية انتقلنا إلى المرحلة التاريخ الدائما مباشرة إذن بدأت منذ أو إذن المرحلة أحسنتم مرحلة التاريخ الحديث المرحلة التانية مرحلة التاريخ الحديث مرحلة التاريخ الحديث قلنا مباشرة بعد انتهاء المرحلة التانية بدأت إذن تمتد من فتح القسطنطينية سنة 1435 أحسنتم إلى قيام التاريخ الفرنسية إذن تمتد من فتحي سنة 1453 وانتهت أحسنتم إلى قيام التاريخ الفرنسية إلى قيام التاريخ الفرنسية سنة 1789 مرحلة التاريخ الحديث بدأت من فتح القسطنطينية إلى قيام التاريخ الفرنسية كذلك مباشرة بعد انتهاء المرحلة التاريخ الحديث إطلقنا إلى المرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة التاريخ المعاصري تمتد من قيام التاريخ الفرنسية إذن تمتد من قيام التاريخ الفرنسية إلى متى؟ أحسنتم إلى يومنا هذا إذن اليوم سنة 2019 نحن في مرحلة التاريخ المعاصري ما زالت مستمرة مرحلة التاريخ المعاصري إلى يومنا هذا الذي نحن فيه إذن قسم المؤرخون التاريخ إلى أربعة مرحلة تاريخية مرحلة التاريخ القادم بدأت منذ اكتشاف كتابة إلى سقوط روما مع السنوات مرحلة التاريخ الواسط مباشرة سقوط روما سنة 1476 إلى فتح القسطنطينية سنة 1453 ثم انتقلنا إلى مرحلة التاريخ الحديث من فتح القسطنطينية سنة 1453 ميلادي إلى قيام التاريخ الفرنسية مرحلة الأخيرة مرحلة التاريخ المعاصري بدأت أو تمتد من قيام التاريخ الفرنسية سنة 1789 ميلادي إلى يومنا هذا وما زالت مستمر وهكذا انتهينا من حل الاختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعي جرس إشعارك ليصلكم الجديد إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم